وإحنا بتتكلم مع حضراتكم بعض اللقطات لما يحدث في مقر إقامة النادي الأهلي وبعثة النادي الأهلي كالعادة دايما بنفضل مع حضراتكم على الهواء مباشرة بننقل لحضراتكم كل شيء فاللي أنا بقول لحضراتكم إن كلنا ثقة في كل اللاعبين اللي متواجدين 23 لاعب في القيمة 23 لاعب يقدروا يعملوا أي حاجة يقدروا يعملوا أي حاجة إيه اللي حيحصل يوم الاتنين؟ معرفش كرة كرة بالمناسبة هو حضرتك أو حضرتك لما وأنت قعد قدام البيت وبتلعب في الشارع زي ما كنا نحن بنلعب زمان أنا كنت بالعب كده زمان بنحط طبطين وتبطين هنا وتبطين هنا وبنلعب أربعة الدربعة ولا تلاتة للثلاتة هل بتبقى عارف من اللي حيكسب؟ الفرقة دي فيها أحسن تلاتة لعيبة في العالم والفرقة دي فيها أسوأ تلاتة لعيبة في العالم وما بتبقاش عارف من اللي حيكسب نهائي بطل قارة افريقيا بيلعب بطل قارة اوروبا هو ده اللي انا الشغف اللي انا مستنيه الناس كلها مستنيه كل ما قف في حتة وكل ما مشي اه في اي حتة هنا في هنا في المدينة او برة في الشارع في اي حتة الناس تقول لي ها هنعمل ايها كابت ان شاء الله مش عالف هنعمل ايه انا النتيجة انا مقدرش اقولك عليها لكن اللي انا اقدر اقوله لك ان كل لاعب في النادي الاهلي هيبذل قصارى جهده علشان ايه علشان يكسب المطش انت بتتكلم بجد عام اسلام اهوا بتتكلم بجد بتتكلم بجد لانه ناس كتير عاشت اللي احنا بنشوفه دلوقتي ناس كتير عارفة يعني ايه الاهلي ناس كتير عارفة يعني ايه اسم الاهلي وعارفين ان كل حاجة ممكن تحصل في كرة القدر